السلام عليكم حياكم الله ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في حلقة اليوم سنقوم بمراجعة واستعراض سبحة إلكترونية أو آلة تسبيح إلكترونية تغنيك عن السبحة التقليدية تساعدك في عدي عدد التسبيحات والتذكير بصوت الآدان والتقويم الهجري والميلادي وغيرها بالإضافة إلى توفرها على الساعة واليومية وميزات عديدة سنتعرف عليها بعد قليل والآن لنبدأ بفتح العلبة تجدون في محتويات العلبة أولا السبحة الإلكترونية نفسها بلون بني مثل الخشب وسنعود لها بعد قليل ثانيا مفاق براغ صغير جدا لفتح مكان البطاريات أسفل الجهاز ثالثا كتيب التعليمات إنجليزي إذن هذه آلة التسبيح الإلكترونية خاصتنا وهي تأتي بخامة بلاستيكية بجودة جيدة وبزخرفة خشبية وهي متوفرة في ألوان أخرى كالتي تظهر على الشاشة ووزنها بدون بطاريات هو 46.83 جرام وتأتي بطول 10.6 سنتي وعرض 3.5 سنتي وسمك 2.8 سنتي وشكلها مناسب لمسكة اليد وتأتي في الوسط بشاشة بحجم شاشات هواتف نوكيا القديمة وبثلاثة أزرار للتحكم مع البكرة في الأعلى هذه البكرة التي نقوم بتدويرها لحساب عدد التسبيحات والتكبيرات وغيرها يتخلل هذه البكرة في الوسط تقب بقطر 21.5 ميلي ويأتي الجهاز من الأسفل بتقوب صغيرة لمكبرات الصوت بالإضافة إلى مكان حمل هذه الأدات وتعليقها بخيط أو ديل أحمر كما في الصورة الميزة الأساسية لهذا الجهاز هو حساب عدد التسبيحات والتكبيرات وغيرها فبمجرد إدارة البكرة يرتفع الرقم على الشاشة وهكذا دوالك ليحسب عدد التسبيحات والإشارة هذه البكرة تدور في اتجاه واحد فقط ويمكن جعلها بصوت أو بدون صوت الجهاز يعمل ببطاريتين من فئة triple E كالتي تكون في أجهزة تحكم التلفاز ويكفي فك البرغي في ظهر هذا الجهاز بواسطة من فك البرغي الصغير الملفق وتركيب البطاريات وسيشتغل الجهاز وكما ترون فبمجرد تركيب بطاريات الجهاز نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرزيز وتضيء الشاشة ونجد في الواجهة الرئيسية لهذه الشاشة أولا التاريخ في الأعلى الشهر واليوم ثم يليه الساعة وأسفلها نجد مواقيت الآدان أو توقيت الآدان المقبل ويتوفر هذا الجهاز على ثلاثة أزرار زر SET RESET ويستعمله لتأكيد الإعدادات ودخول المينيو وزر UP و DOWN للتحكم وهذه بعض الاختصارات للتحكم في الجهاز بسهولة وإعداده اضغط على الزر UP للدخول إلى القائمة الرئيسية والوصول إلى الإعدادات التي تريدها والزر SET للدخول أو التأكيد الزر DOWN لتشغيل الإضاءة الخلفية بلون أخضر للرؤية الليلية في الظلام في وضع التسبيح الزر UP يمكن من تشغيل الصوت والضغط على الزر SET مطولا يمكن من إرجاع العداد للسفر وللرجوع للشاشة الرئيسية نضغط على الزر DOWN مطولا وباقي الإعدادات بديهية يأتي هذا الجهاز بميزات عديدة غير حساب عدد التسبيحات فهو يأتي بخاصية التذكير بصوت الآدان وكذلك التذكير بأوقات الصلاة ويدعم التقويم الهجري والميلادي وكذلك يدعم مواقية الصلاة لأكثر من ستة آلاف مدينة حول العالم ويدعم عدة لغات منها اللغة العربية ويدعم متابعة قراءة القرآن والتذكير بالصورة والآية التي وصلت إليها وهذه تجربة الجهاز وهذا صوت الأادان في هذا الجهاز ويمكن خفض صوت الجهاز أو إلغاء الأصوات داخل المسجد مثلا إذن وفي الأخير تمنى هذا الجهاز وحوالي 10 دولار وقد اشتريته من موقع علي إكسبرس وسأترك لكم رابط الشراء في وصف الفيديو أو في أول تعليق وأجد أنه هدية مناسبة لأبيك أو جدك أو والدتك أو جدتك أو شيخ جار لك لا يزيل السبح من يدي إذن كان هذا كل شيء في هذا الفيديو إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى اضغطوا على الزر إعجاب ولا تنسوا المشاركة في القناة شكرا على المشاهدة وعلى اللقاء في حق القادمة إن شاء الله السلام عليكم شكرا على المشاهدة